اهلا وسهلا بكم اصدقائي من جديد في الحلقة الثامنة عشر من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم هذه الحلقة اخوان الافضل مميزة جدا لانه انا ترجمتها من سؤال من احد الاصدقاء فتوجه لي بسؤال فقال كيف اكون باحثا عن النجاح فالسؤال كان صاب اخوان الافضل فبعد البحث والتقصي وبعد ما يعني جمعت لكم بعض الافكار وجدت انه جابت هذا السؤال يعني تكمن في فكرة واحدة وهو البحث عن الافكار الجديدة يعني بشكل يعني بسيط جدا كيف تبحث عن النجاح من خلال البحث عن الافكار الجديدة والان صديقي انت ممكن تسألني سؤال بسيط كيف انا اوجد هذه الافكار الجديدة بحكي لك اخي الفاضل هناك مصادر متعددة ومتنوعة قابل طبعا مذكر هذه المصادر بحب اذكرك بضرورة الاشتراك في هذه القناة وضغط على زر الجرس ولا جاب بهذا الفيديو حتى تدعمنا ان احنا نواصل ونستمر في هذا المحتوى وخلينا احكي لك اخي الفاضل بعض المصادر اللي انت ممكن تستعين فيها من اجل البحث عن الافكار الجديدة اولا اخي الفاضل القراءة والمطالعة دائما خليك قارئ نهم اخي الفاضل وخليك دائما مطالع لاهم الابحاث واخر النتاج اللي بتوصل الى ابحاث خصوصا في مجالك اثنين خلينا احكي لك ايضا انتحاق بالدورات التدريبية والتريننج والكورسز والانلاين كورسز اخي الفاضل هذه اليوم متاحة باسعار رمزية وفي منها مجاني بالكثير مثل موقع يودومي موقع جوجل وهكذا يعني كثير من الواقع البتيح التدريب المجاني اخي الفاضل انت ممكن تستفيد منه ايضا انتحاق بالدورات التدريبية التقليدية هذا ممكن شيء رائع ويفيدك اخي الفاضل ليش لانه هذه يعني من يلقيها عليك محاضر او مدرب يعني انت تستقي منه خبرة عشرات السنين ممكن يعطيك معلومة او فكرة تغير مجرحتك 180 درجة بالاضافة الى انتحاق بالورشات العمل خصوصا وورشات العمل يا جماعي لانه هي دائما بتناقش مشاكل يعني حديثة هذه المشاكل انت ممكن ايضا تستقي منها افكار لخدمات المنتجات لمشروعك الخاص وهكذا يعني كثير من الشغلات اللي انت ممكن تجدها رائعة وتعطيك افكار جديدة من هذه المصادر واخر نقطة بقت فيها المصادر المهم اخوان الفاضل هي الخبراء المحلين والدوليين هذول يجب معك كنز دفين هذول يعني معرفة رائعة انت لو دفعت حتى شوي اخي الفاضل انه انت تاخذ اجابة على بعض الاسئلة او يعطوك من خبرتهم الشيء القليل هذا الشيء رائع ممكن يسهل عليك تعب سنين اخي الفاضل يعطوك معرفة انه ممكن تبدأ فيها مشروع خاص او وظيفتك او ممكن تطور فيها نفسك او تطور ادائك في الوظيفة وهكذا شغلات كثير ممكن تستفيد من هؤلاء الناس وكثير يعني بيبخل على هؤلاء الناس انه يدفع لهم اخوان الفاضل لا انا بحكي لك لازم تدفع لهذه الناس لانه يختصوا عليك مسافات يعني شاسع انه انت تطور من ادائك في الوظيفة او حتى على مستوى الشخص عشانك ما تبخل على هذول وحاول انه انت دائما تطرق ابوابهم اخي الفاضل بلانهم هذول كنز دفين من المعرفة والخبرة وبختم معك هذه النقطة تحت اخي الفاضل انه دائما تبحث عن هذه المصادر وتشوف شو هو المصدر الانسب اليك كلما عرفتك اخي الفاضل ودائما انهل منه دائما لاحق هذا المصدر يعني كالاسد عندما يلاحق فريسته حاول انه انت تأخذ اكبر قدر من المعرفة والافكار اللي ممكن تغير من حياتك سواء على مستوى الشخصي او على مستوى المهني وتطور من اداك اخي الفاضل وتصعد بك الى قمة النجاح عشان هيك بقولك ما تبخلع نفسك يعني اي مصدر اي دورة اي مثلا ترينينج اي خبير اي محاضرة اي ورشة اي شيء اخي الفاضل دائما يعني خليك ملتزم بهذه الامور وهذه المصادر لانه هذه هي اللي هتغير منك اخي الفاضل وتجعلك شخصا ناجحا وهيك انت وجدت مصادر اللي فيها تكون شخصا ناجحا وخلينا اختي معك حلقة هذا اليوم اخي الفاضل انه بسؤال مهم جدا ورئيسي هل انت لو استقيت احد الافكار الجديدة واثبتت خطأ الافكار اللي انت ماشي عليها الان اخي الفاضل هل انت لديك الشجاعة الكافية والهائلة ان انت تتخلى عن هذه الافكار البالية والقديمة اللي انت ماشي عليها فترات طويلة من السنين واثبتت الافكار الجديدة خطأ هذه الافكار اللي انت ماشي عليها اذا عندك الشجاعة الكافية واجبت بنعم بصراحة فانت يعني شخص مؤهل وتستحق النجاح ان شاء الله أنا ستلاقي هذا النجاح بإذن الله أما إذا كنت من الأشخاص اللي دائما شخصيتهم متجمدة ومتصلبة وما بيقبلوا التغيير وما بيقبلوا الأفكار الجديدة فأنا بحكي لك أنت طريق النجاح صعب عليك وانت هيك عند أي صعوبات أو فشل أو حتى صعوبة صغيرة ستستسلم لك فاضل فورا وهذا بالتالي حيضرك كثيرا عشانك بقول لك اليوم أنت لازم تتقبل الأفكار الجديدة وتذهب إلى المصادر اللي إحنا ذكرناها وتستقمنا هذه الأفكار أخي الفاضل وتحاول تطبيقها في أحدك ولو أثبتت خطأ أفكارك القديمة والماضي اللي أنت مش على السنين طويلة فهذا أخي الفاضل اللي هو يعني عين النجاح وأنا بحكي لك أنت هيك أصبحت شخص مؤهل إذا أنت تقبلت هذه الفكرة وعجبت نعم بصراحة وبشجاعة فأنا بحكي لك هنيئا لك وهيك أنا بكون يعني أنهيت من هذه الحلقة بإذن الله تعالى اليوم خلينا أشوفك في حلقة الغد وانتظرين طبعا ولا تنسى الاشتراك والعجاب بهذا الفيديو ولو أنت بدك يعني تشجعنا لا نستمر بشوفك إن شاء الله غدا ورمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله تعالى وربنا يتقبل منكم الطاعات والأعمال الصالحة ترجمة نانسي قنقر